السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نفرغ مساحة التليفون لان معظم مبيلات بيديك ان المساحة غير كافية او انه بيفشل في تنفيذ عمليات زي ان يرسل ملف في فيديو او يرسل اي ملفات عن طريق اي تطبيق اول حاجة بنعملها بنروح عند او الملفات او اللي هي ملفات اللي هي دي بنفتح الملفات لما بننزل تحت عند تحليل التخزين عشان نشوف الزاكرة عندي قد ايه بلاقي مسلا هنا واحد وتمانين في المية مستخدم بتكون عبارة عن صور او فيديوهات وكارت المومري اللي في الحلقة التانية في 11% طيب هنا واحد وتمانين في المية هنشوف هنحل ازاي ونحاول ان نحن نفضي مساحة من التليفون بابسط طريقة اول حاجة بنعملها احنا بنروح عند وحدة التخزين الداخلية دي ملفات اللي موجودة عندي في وحدة التخزين الداخلية اول حاجة بنعملها بنضغط فوق عند التلات نقط وبقول له الضبط بيظهر لي بالشكل ده بروح عند الوبشن ده اللي هو ازهر الملفات المخفية الملفات دي بيكون ملفات في النظام احنا مش محتاجين لها في استخدامنا العادي عشان كده معظم المبايلات بتقفلها فاحنا هنفتحها هنا هنفعل الخيار دوا وهنرجع ثاني عند الملفات هلاقي ان في ملفات ظهرت بالشكل ده مبهمة الملفات دي ظهرة مبهمة لان دي كانت مختفية الاول اللي يهمني هنا ان اروح عند الملف اسمه دي سي اي ام الملف ده دي سي اي ام لما بدخل عند الملف ده بلاقي فيه ملفات كتير اللي يهمني فيهم تاني واحد اللي هو بالاسم ده الاسم ده ركز عليه بنبحث عنه على التليفون بلاقي ان انا في هنا كمية صور الصور دي كلها انا كنت مسحة قبل كده ومع ذلك هي موجودة في الهاتف عندي فانا بدوس على اي ملف فيهم وبعمل تحديد للكل بيطلع ان عندي الف تسعمية تمانية وخمسين ملف الف تسعمية تمانية وخمسين ملف دول لو دست هنا وجبت لو ضغطنا تحت وشوفنا التفاصيل هلاقي ان هم حجمهم واحد جيجا ونص يعني اكتر من جيجا ونص طبعا دي ملفات كلها انا مش محتاجة فانا باجي هنا كده خلاص حددت الملفات دي كلها وبرعمل لها حاسف لما باحث في الملفات دي بيتمي بالشكل ده تمام خلاص كده مفيش عندي ملفات في الملف الداخلي دولا بعد كده بنروح عند اللي كنا فيها اللي هي تحليل التخزين هي واحد وتمانين في المية اي نعم لكن المساحة اللي فضيت كتل اول حاجة وخمسين حاليا بقت اتنين وخمسين دي كان الطريقة دي الطريقة الاولى الطريقة التانية ان انا بدخل على ملف ملف من واحدة التخزين الداخلية وبيكون معظمها في ملف الواتساب ملف الواتساب بيهمني فيه اللي هو اخر ملف اللي اسمه ميديا الميديا ده لما بدخل فيه اللي هو عبارة عن الفيديو والصور وملفات الصوت والدكومنت اللي انا احافظها فمعظمنا مثلا بروح عند ملفات الصوت بيجد ان كل دي ملفات صوتية جاتلي تمام لو مش محتاج حاجة منها بمسحها ممكن اشغالهم واحد واحدة لو مش محتاجه بمسحه او لو مش محتاجه بكلهم بمسحه بعد كده فيه سينت اللي هي الملفات الصوتية اللي انا بعتها طبعا كلنا عارفين الملفات اللي احنا بنكون بعدينها ازا كان فيها حاجة مهمة بنيها في ملف تاني ازا كنت مش محتاجه ببعلم كلهم وبمسحهم طيب نفس الموضوع في الميديا في ملف الفيديو لما بروح عند الملف الواتساب فيديو او الملف تقريبا بيجيني السينت اللي هي الفيديوهات اللي انا ارسلتها دي كلها فيديوهات انا ارسلتها واكيد ان عدة منها وقت كتير ان انا مش محتاجها فممكن استغل ان انا اعمل كده واقول ان انا هفرزهم عن طريق الحجم وبقول له تطبيق عن طريق الحجم بيجيب ان ممكن يكون الملف انا بعته مرة او اتنين فلو لقيت الملف متكرر مرتين انا ممكن احزفه او لو فيه ملفات كتير هنا انا مش محتاجها بابتدى اختارها وباحزفها الطريقة اللي قلنا عليها دي بتفيد جدا ان هي بتفرغلي في المساحة وبتسرعلي الرمي التليفون اتمنى يكون الشرح عفادكم واتمنى ان شاء الله تتابعونا في شرحات تاني كتير من قناتكم لمة العلال الشرحات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته